سيد منتصر هي هل فكرة إضاءة فرص هي لعيبة فقط ولا برضو بيشترك فيها جزء خططي في إضاءة الأهداف بالتأكيد فيها جزء خططي لأنه النهاردة فيه لعيبة بتبقى يعني أنت حضرتك مهاجم كبير ونجم كبير وبتقدر تعرف إذا الكوالات بتاعة اللعيب اللي أنت جايبه وإنت محتاج لعيب صندوق ولا محتاج لعيب بسترايكر بيجي من تحت ده النهاردة اللي عنده مشكلية في الموضوع ده أنه النهاردة كل التعقدات حتى بولية مع الجونة أعتقد أنه كان بيبقى جايب بسرعات من تحته بيسجل النهاردة أنت عندك محمد شريف كان تقريباً التاني بعد بولية مع إنب السنة اللي فات التسجيلة للأهداف الدوري فتحس أنه مسلمان يمهزوز فيما يتعلق بالشق الهجوم تحس أنه مش قادر يستقر يلعب بمين الناس تقوله مروان محسن مروان يخيب ظنه في ماتش أو ماتشين ويرجع يهدف محمد شريف لما بينزل بيه هدف طب إيه شكريتك مع محمد شريف العالم كل يقوله محمد شريف هو السترايكر الواضح للنادي اللي قالت ليه بيقعدوا على الدكة بيشتري بولية صحيح في يناير برقم عايز تلعبه عايز تدوله بفرصة إنما ما مدكش النتيجة المرجوة منه فبالتالي لازم ترجع لقواعدك شريف زي ما بيقوله وتعتمد على النجم اللي هو بيسجل خاصة أنت عندك ناس من تحت بتقدر كمان تكمل بس خالب يضيعه برضو في الماتش بيضيعه بس يعني نحسيش حت ضيعه بيضيعه هو ممكن يبقى عنده اشكاله الوحيد يعني اللي كان تمام أجيه هو معلوماتي أنا الشخصية في القصة دي إنه هما يعني عنده برضو عدم قناعة بالناس اللي بتيجي من تحت الهداء بيبقى بالنسبة للأفراد بالنسبة للأفراد مش نفس الأسماء الرنانة اللي بيسمع لها حسين الشحات أو حتى كهرباء ولا ولا مثلا بيبقوا على فترات بوعد جدا أجيه برضو قاعد فترة مصاب ولما رجع بيبي بيهد وكان عندهم إشكالية مع أجيه إنه كان كباب فيه كلام إنه ممكن يمشي بالتالي هو كان من أهل من بعد رحيل رمضان صبحي في الجزية دي تأثر كثيرا حتى هو كان بأعتقد عاوز يجيب سيرينيو فبالتالي هو فيما يتعلق بالجزء الأمامي تحس المسلماني مهزوش شوية لازم يهدى ويستقر ويشتغل زي ما حضرتك قلت على الشغل القططي لو أن اللعيبة عندها مواقس يسعى أنه يكملها خاصة اللعيبة متميزة ومشيتها كويسة محتاجة بس بعد أنه على الأقل نبقى عارفين مين الاربع اللي بيلعبوا قدام زي ما في الزمالك معروفين وتفضل يعني تفضل متواجد بهم لفترة بالذات لازم لازم ياخد وقتهم لتوفيق أو يعني توفيق عندهم أو عدم التوفيق وارد في الكل لكن يبقوا حافظين بعد عارفين التحركات عارفين أموره ماشي إزاي في الزمالك معروفين أنتوا بغمض كده بتعرف مين التلاتة اللي بيلعبوا وخرج منهم مصطفى محمد عنده أشكلية في نادي الزمالك فيما يتعلق بالسترايكر بعد خروج مصطفى محمد مروان حمدي لسه جاي جديد نفس الكلام حميد أحداد عنده أشكلية لما بيخرج من نادي الزمالك بيتقلق ويبدأ كان مع الرجاء السنة للفات دلوقتي فيه مشكلة في الاسترايكة في الزمالك إنما يبقى زيز وأشرب بالشارع هو بقى ملاخي لاف عليهم بيدخل شوية إبام عشور يزيد أو ساسي أو القصة دي معطري حمد وساسي في نص الملعب متواجدين البكرة يطاق ده أحمد عيد حيبقى موجود وبيثق فيه لأنه ملابش معك اللعب معه بشيكه مباراتين للرجاء عشان أنا شايف إن حازم بيقترب بقوة في تشكيتنا الزمالك هنتكلم باعلى حازم بره القيم بره القيم بره القيمة حازم والمسلس الاتنين بره ودخل الأحمد عيد صحيح